شداته الغيرة كي حساب ليه غدا نحن على نورتين بهاد الورد ما عارفش باللي أصلا ما معمر ليش العيد وكيما العادة الخدمة أهم شيء عندي وفي وسط الخدمة تفكرت إنسان كان حسب الراحة بزاف من جيته إياه طبعا وبغيت نشوفه وبلا تردد هزيت تليفوني وصونيت ليه قلت قاله إياك لبس عليك معاك قمر قال إياه قمر فرحت بزاف من اللي سمعت صوتك كان كي حساب لي باللي صافي نسيتيني سولت عليه وهدرنا في التليفون وحسيت براحة كبيرة واتفقنا نتلاقعه وفعلا نتلاقينا بلا ما يعرف حتى واحد عاودت له كل شي عليا وعلى خدمتي وعلى حياتي الشخصية وعلى عبده وعلى طفولتي كنت كان حس براسي بحال شي بنت صغيرة كان عاود له بكل تلقائيه ومعاه كان مستدق القوة وديك تتقى بالنفس ديال الخدمة وكان شوف غباراته قدامي عيونه العسلية ودوبولها وهو كيهدر معايا وقلبه الطيب وقال لي قمر بغيت نوريك واحد لحاجة قلت ليه واخا قال خاس كيتمشي معايا قلت فين وهو يقول ما كنت تيقيش فيا قلت ليه لا كنت تيق فيك قال ليه واش خايفة ولا قلت انا ما كنخاف من والو زيد نمشي معاك في المبغيتي قال واخا يلا هنمشيه شديت ايده وتقت فيه ومشيت معاه احتوصلنا الواحد لبلاسة فيها محلات متفرقة ادخلنا الواحد البازار وهو محل كبير ديال تحفل فنية والديكورات الراقية حجبني بزاف قلت واو اياد هادشي زوين بزاف المكان رائع ولكن علاجينا لهنا قال انا خدام هنا قلت كدوز الوقت هنا هادشي زوين بزاف شوية جواحة الراجل كبير وشايد شاف اياد وضحك وافتح ليه اديه عنقو قال له ولدي قال اياد الحاج بس اديه بعد ما عنقو ومشيت نسلم عليه وقلت له لابات عليك الحاج انا اسميتي قمر قال قمر بنتي كي ما عود لي عليك اياد بالضبط استغربت وقلت له عود ليك علي يا انا شنو قال لك اضحك الحاج وقال ما قال لي يا غال خير انا اسميتي عبد الحنيت انا هو الابد يا الاياد قلت له شنو شفت في اياد وبتاسمت وحرك راسه بالاجاب وقال لي يا اه وهاد المحال ديالي الواليد بتاسمت وفرحت لانني حسيت ان عندي قيمة كبيرة بزاف حي تعرفني على باباه اياد قال اياد قال ايجي معايا نوريك حاجة اخرى استأدل من باباه وشدني من ايدي وطلعنا في واحد الدروج وتخلنا الواحد البيت صدمت من اللي لقيته عبارة عن ورشة رسم وقلت له انت كتر صب قال من صغري وانا كان حماق على شي حاجة اسمي يتعرسم كنلقى فيها راحتي ابقيت كندور وكنشوف اللوحات الفنية الرائعة وقلت له اياد انت فنان بكل معنى الكلمة ابقيت كنشوفه من باهرة بدك الشي اللي كنشوف حتى لقيت واحد اللوحة مغطية وقلت اياد اديا لاش هاد اللوحة وعلاش انت مغطيها قال اياد هاد اللوحة عزيزة عليها بزار دك الشي علاش غطيتها شوفيها حيدي عليها لغطة حيت عليها لغطة وتفاجأت من دك الشي اللي لقيت قلت اياد ايش هاد الشي هادي هادي انا رسمتيني قال من اول مرة شفتك فيها ما حيتيش من بالي صورتك بقى تلاصقة في دماغي واختاريت اناني نرسمها وما نبقاش نتخيلها وصافي بغيت نبقى نشوف فيها بما اناني ما كنشوفكش كل نهار دك الشي علاش رسمتك قلت اياد هاد الشي بزاف عليها يمكن كنحلم يعني انت كتفكر فييك ما كنفكر فيك قال انتي كتفكري فييك ما كنفكر فيك قمر انا كنبغيك بتاسمت ونقزت عليه وعن نقطه هو ما كانش متوقع هاد ردة الفعل مني بقى مصدوم وقلت له حتى انا كنبغيك بالزاف اكيد كنحلم قال قمر واش كتهضري بالصح انتي كتبغيني ما كتضحكيش علي يا ياكي قلت له واش انت احمق واش هدش فيها الضحك بتاسم وعنقني وقال مستحيل قمر انتي اللي يشوفك يقول مستحيل تبغي شي واحد بحالي انتي كتبغي الخدمة والاعمال والحركة وانا كنبغي الفن والهدوء شكون كان يتيك ضربتوه لك تفوق الكلو وحتى انا كنبغي الفن ما لك حقرتيني كي ما بغيتيني انتا انا بغيتك الحب كيجمع المختلفين قال انا اسعد واحد في الدنيا قمر انا روحيت ولدته ليني كان بغيك بزاف وعمري ما غنفرط فيك قلت له وعد وهو يقول وعد دوزت نهاري مع اياك وكان احسن نهار في حياتي ومنلي رجعت للدار لقيت نفس الموال لا عابدو يا عابدو قلت له شنو كاين عاو التاني قال فين كنتي وانا نقول كنت في ارض الله قال قمر ياك ما كنتي معدك الندل وكتخبي عليا قلت لي اينا واحد فيهم حيث الاندال كتروه هاد ليام قال بلا ما تدخي عليا كتعارفيني شكون كان قصد نور الدين قلت له مم ماشي مهم وماشي ثوقك جبدني من ايدي وقربني ليه والشرارة خارجة من عيديه وقال ايلا رجعت ليه غادي القتله قلت لي ايش هاد التصرفات تلق مني والتازم حدودك معايا وإلا غادي تشوف الوجه الثاني ديالي انترت ايدي وخنزرت فيه ومشيت انا اللي دصرته بالحق من هنا الفوق غا يشوف قمر واحدة اخرى الغدلي همشيت الخدمة كما العادة بعد ما هدرت في التليفون مع حبيبي غا كانت سمع صوتك يعطيني ناشاطه حيوية لبدى النهار ديالي مشيت ودخلت ولقيت عبده في المكتب ديالي شفت فيه هزت ما قلت لا صبح الخير ولا والو باش يتعلم يلتازم حدوده ما يتجاوزهاش وما بغيت نعود لواله على علاقتي بإياك حيتعارفهاش غا يدير غا يمشي يقلب ليه على شي مونتيه وانا ما بغاش نتفارق معاه ما صدقت لقيت اللي تحرك ليه قلبي وما مستعداش نبعد عليه تحت اي ضرف ولا لأي سبب الحب كيجي مرة واحدة في الحياة ولي ما تمسكش بيه بإيد ديه وسنانه ما يستاهلوش الحب تضحية والتضحية كتقول نتجاوزو تفهات الحياة ونتمسكو بعضياتنا هذا هو قانون الحب ومستعد ندوس على اي واحد على قبل يعيش هاد الحب وما غدا نسمح لحتى واحد يدخل فيه درت الخدمة دياني وكملتها وانا نسمع الدقان في الباب وكان عبده قلت له شنو كاين قال بغيت نهضروه لدك شي ديان بارح قلت ليه ما عنديش الوقت دابة عندي الخدمة بزاف قال قمر قلت ليه إلا كاينة شي حاجة متعلقة بالخدمة أقولها وإلا ما كايناش يمكن ليك تمشي وتسد الباب خرج وسد الباب وراه درت معاه هاد السرامة باش يتعلم من هنا للفوق يهدر معايا ويعرف كيفاش يتصرف صايت ملفات الخدمة وعيت على عبده جاء وقال نعم قمر قلت له هاك هاد الملفات ديالت درائي اديهم المحاسب وراجع معاه كل شي ما نبغيش شي غالات ورجعهم ليه جاء واخا ما يكون غا خاطرك خرج وانا استغليت الفرصة بغيا نمشي نشوف اياد ما نضمنشي تبعني إلى بقهنا ما بغيتو يعرف والو على علاقتنا بقيت هاكا نيام وإيام كنشوف اياد بحال ليلة كنسرق بحال شي مراهقة كتخاف يشوفها والديها وانا خايفة على علاقتي معها خايفة من اللي باغين يخسروها وهدفي كان واضح بالساب وواحد النهار كنت معا اياد في المرسم دياله كان ضحكوه كان هدرو حتى سمعنا شي اصداع كان عمي عبد الحاميد كيرفع صوته على شي حد مشينا كنجريه ولقينا واحد لمرأ نفس المرأة اللي لقيت مع اياد في السبيطار كيقول لها مبغيناش نشوفوك لا انا ولا اياد شفت في اياد وقلت له شكون هاد المرأة وعلاش كيغوت عليها باباك هاكا شاف فيها وقال ما كان عرفهاش ودخل للمرسم دياله بلا ما يعبرها عمي عبد الحاميد كمل كلامه وقال شفتي مبغاش يعرفك فرقينا عليك وعطينا بالتساع المرأة بدأت تكتبكي وكتشوف جهة المرسم طاحوا دموحا وخرجت كتبكي بقيت فيها وكان لازم نعرف القصة خرجت ومشيت كنجريت بحت السيدة وعيط ليها قالت نعم بنتي قلت ليها ما عقلتيش عليها انا اللي لقيتك في السبيطار مع اياد وهي تقول اه عقلت عليك ابنتي قلت ليها ممكن نهضره شوية قالت واخا ايجي معايا اركبت في الطموبيل معاها ومن اللي سولت ها بدأت كتعود لي قالت كنت صغيرة وزهينة وكنت ناشيطة بزاف ودكية وكل شي كيشهد بهذا الشي كان عندي طموح كبير وفي وسدك شي تلاقيت عبد الحاميد كان شاب بزوين وراقيق في التعامر دياله معايا وبغينا بعضنا بزاف كتر ما يتخيل شي واحد تزوجنا ولكن العديان ما خلوناش تاهموني في شرفي وكل شي كيأكد له باللي انا وحدا خاينة ولكن كان قسم ضلة باللي عمري ما خلته تخلى علي وبقيت وحدي احتاجة واحد الصديق قديم كان ولد شريك الواليد ديالي وما كانش عندي حل إلا أنني نزوج به ويا ريتني ما تزوجت به حي تأكدت ديك السعال عبد الحاميد باللي انا وحدا ما كانسواش وباللي عمري ما بغيته وانا قلبي كان عالم به غير الله حملت من راجلي وولدت ولد زوين ولكن قلبي ما كانش مع بابا وكانوا ديما نايدين المشاكير بناتنا ومخاصمين لدرجة أنني في واحد المرة دابست معاه وتعصر وخرجني في نص الليل وما كان عندي حتى شي حل إلا أنني نمشي عند عبد الحاميد ومشيت عنده كانبكي وهو مني شافني بديك الحالة حن فيه ودخلني لداره اللي كانت دارنا ابقيت معاه وآتاري ما بقاش بان لا لعائلتي ولا لراجلي عشت معاه وبإسم الحب اللي كان بناتنا رجعنا واتافقنا أنني نطلق من راجلي بالزربة ونرجعه ودوزت معاه ليالي حتى الواحد النهار اقتاح من راجلي الدار عليه ودربه وداني معاه بالزز ما كنتش كنشوف فيه وكنت كنطلب طلاق منه ودازو ليه مبانع ليه الحمار وعرف راجلي أن هذا اللي فكرشي ماشي ولده تكرفص علي ووراني لويل والعداب اللي كنت فيه كبير هددني يقتل ولدي إلا ما هدرتش مع عبد الحاميد وقلت له يبعد مني وأنني ما كنبغيه شو كنبغي راجلي ذاك الشي اللي درت وعبد الحاميد ما تحملش ومن لي ولدت ولدي ما كانش كيحملو راجلي ومشقل عبد الحاميد بلي هداك ولده جاب القانون وحيد لي يا ولدي إياد ورباه بعيد علي وما كانش كيخليني نشوفه ومن لي مات راجلي حاولت بكل الطرق ناخده ونقنعه يعيش معايا ونقنع عبد الحاميد بلي أنا مغضرتوش ونكملو اللي بقالينا من عمرنا بجوش ولكن ما كانش كيبغي يسمع مني وفي كل مرة النتيجة كتكون كي ما شفتيها دابا من بعد قايا حد سنين ما زال عندك الأمل ترجعي له قالت الأمل ما كيموتش بنتي عندلي كيبغي واللي كيبغي ما كيقاش قلت ليها عمري ما شفتش حب بحال هذا وهي تقول الحب بنتي هو الضحي على قبل اللي كتبغي وديري المستحيل باش تكوني معاه وتقاتلي إلي استلزم الأمر على وده اه تقاتلي باش يعيش حبك وما تديريش بحالي ما تستسلميش في أي لحظة قلت ليها وعمي عبد الحاميد تزوج من بعد قالت لا ما تزوج وداك الشي اللي بقى عاطيني آمل أنه ما زال عايش على الدكرة ديالي بنتي انتي وإياد كتبغيوا بعض إيادكم ياكي قلت اه وما نتمناش نعيش دك الشي اللي عشتيه انتي الله يصبرك مده وأنا غندير مجهودي باش نخلي إيادي سامحك قالت سميتي هيبة وغنكون شاكرة ليك بزدافي لقدرتي تقنعين قلت ليها يكون خيرا مادام هيبة رجعت عند إياد بعد ما كمس الحديث ديالي محمو قال قمر فين كنتي من قبيلة وأنا كنقلب عليك قلت له كنت غاهنة قريبة قال فين قريبة راكي بعيدة دابا أضحكت وقلت له بعد مني وهو يقول صافي يا حبيبتي بلا ما تقلقي قولي لي يا مالكي فيش كتخمي وقلت قصت للهي بوسي عبد الحميد مؤترة بالزاف نهد وقال هي اللي اختارت قلت له شكون عرف ظروفها ما خاش نحكمه على الشخص من خلال تصرفاته حتى واحد ما عارف شنو تدافع موردك الشي وهو يقول شكون اللي عود ليك هاد الشي قلت لي هي وهو يقول أكيد دابا غدا تقلب على مبررات ليها وغا تحاول تكسب تعاطفك انتي حيث ما قدرتش عليها أنا قلت ليه إياد هاديك اللي كتهضر عليها راهمك كيفاش بغيتيني نأمنك على نفسي وانت كتهضر بهذا الطريقة على المرأة لولداتك محنيتيش وهو يقول سمحي ليها ولكن حتى أنا عندي ظروفي هي تخلات عليها قلت لي عارف عليه شي حاجة عمرك شفتيه إيقال إيه من اللي كنا صغار كنك اللعبو كان كي يجيب لي اللعاب ديالو كنت عزيز عليه بالزاف ولكن الدنيا هي اللي فرقعتنا قلت إيش هاد الشي كيفاش كتسمح لرأسك تفارق مع أخوك إياد اللي بينك وبين ماماك فهمناه أخوك شنو تنبو قال إياد عندك الحق قلت له إياد وعدني أنك غد تعطي فرصة لرأسك تفكر وتتعامل مع ماماك وتعطيها فرصة والدينا هما كل شي في الدنيا ونهاري تفارقوا علينا كنحسوا بالدنيا دياقة علينا عافاك وعدني قال كان وعدك قمر نفكر ونعطي فرصة لرأسي قلت كان بغيك بالساف يخليلي يهد القلب الحنون وهو يقول مدام أنتي معايا عمري غد نخاف من شي حاجة ومشيت للدار كان فكر في قصة حب العم عبد الحميد ومدام هيبة عطاتني قوة أنني نتمسك بحبي الإياد وحساتني بالخطر لحقاش أنا كاين اللي دايرين بيا وممكن يديروا أي حاجة باش يفرقون علي ولكن الواحد خاص يحارب على قبل اللي كيبغي ويدير المستحيل على قبله مشيت باسترات الماما وعنقتها وفكرت بأنني ما نقدرش نبعد عليها الأم هي كل شي كتدير المستحيل على قبل ولادها إياد خاصو يسمح لهم ضروري وهات شي اللي غندير مشهود باش يوقع صباح فقط ومشيت لخدمتي كما العادة صبحنا على الله لقيت عبدو تعاملت معاه برسمية وهو يتبعني قال قمر حتى لإمتى غتبقايك التعاملي معي بهذا الطريقة عفاكي سمعيني أنا مستعد ندير أي حاجة باش تسمحيلي راكي كتقتليني بالبارد بهذا الطريقة قلت له شوف انت وهو يقول أنا ندمت والله لا ندمت عمري ما غنبقى نعاود عفاكي سمحيلي قلت له والله يا عبدو وما كانت العشرة اللي بيناتنا والطيقة اللي كنديرها فيك ما كنت نسمح ليك ولكن صدقك معايا وعشرتك هم اللي كيشفعوا ليك هذه هي اللي خرى ليك ديرها في بالك فرح عبدو ونات وقال آخر مرة والله ما تشوفي مني الحاجة الخيبة أبدا قلت سير الخدمتك مشو خلاني كنفكر هاد عبدو منو الخوف إلا ساق الخبار بعلاقتي بإياد غايدر أي حاجة بشيفرقني عليه وحكاية ما دام هيبا خوفاتني بثاف ضروري نخبي علاقتي به ودازو الأيام ونمخبي علاقتي بإياد وكيزيد حبي ليه نهار على نهار حتى كان تفاجئ واحد نهار بنوردي قال قمر ما زال ما بغيتي تحني عليا أنا تغيرت على قبلك ووليت واحد آخر قلته نورتين عفك إلا ما نسعليك ذاك الموضوع أنا راه ما نصلحش لك أنا وياك غد تفاهمه غافل خدمة وصافة قال وما قلت حتى حاجة لعائلتي ولا لعبده وبقيت كان حاول نقنعه تاصلت به وواله ما جاورش والغد ليه دوزت النهار وانا مشوشا ومشيت للدار في العشية ولقيت شي ناس في الصالون مع بابا وماما عرفت باللي نور الدين هو اللي جاء وجاب عائلته طلعت البيتينيشان وشوية طلعت ماما عندي وقالت بنتي نزلت شوفي الناس جاءوا على قبلك قلت ليها أنا راه قلت لدك ابن آدم إلا علاش جايك يحرج رازو قالت علاش حبيبة هو باين فيه شاب محترم وعائلته محترمة وكلاس وجايب معاه ماما وعمو نزلت تعرفي عليهم غايدخلوا ليك لقلبك عافك يا بنتي واعطيه فرصة يتعرف عليك حتى واحد ما غايدز عليك شي حاجة ما قلنا لك شغا تزوجي غدا نزلي دابا بوجه باباك ومن بعد يحلها الله درت الخاطر لماما وبدلت حويجي نزلت وبالي يا نور الدين غا شافني ناد وقف ودخلت سلمت واتصدمت من اللي شفته ما دام هيبا قالت قامر واش انتي هي لحروصة قلت ليها ها لا اه انا اللي بغيت زوج بها نور الدين ولكن انتي هي ماما قال نور الدين واش كتعرفوا بعضياتكم قلت مادام هيبا ممكن هضربوا حدنا قالت اه طبعا نضنا ومشينا لصالون الاخر وهي تقول ممكن تشرحي لي هادشي اللي واقع قلت مادام هيبا تقي بيا انا ما كنتش عارفة ان نور الدين هو ولدك التاني انا كنعرفه على طريق الخدمة وعرض علي موضوع الزواج ونرفض وانتي عارفة السبب ولكن كنقسم ليك باللي ما كنتش عارفة باللي هم اخوت صدفة خيبة انا كنعرف اياد في بلازا ونور الدين في بلازا واحدة اخرى ايش هاد الصدفة اللي جمعاتني بيهم بجوش ولكن كن اكد ليك باللي ما عندي دخل فيها وكن اكد ليك باللي انا كنبغي اياد وما عطيت حتى امل نور الدين وهي تقول قمر هادشي خاطير بزان انا كنعرف نور الدين ما يمكنشي خطبشي واحدة الا اذا كان كيبغيها ومتمسك بيها وما يمكنشي فرط فيها انا متأكدة باللي نور الدين كيبغيك قلت كيفاش احتى انا ما عارفاش ولكن ما تنسيش باللي اياد ونور الدين ولادي بجوش وبغيت نجمعهم ماشي نفرقهم وانتي بالنسبة لهم القنبلة اللي غتخليهم مفرقين طول الحياة دكشي علش كانت رجاك وكانت لمنك تبعدي منهما بجوش تفارقي هلا اياد في هدوء ورفضي نور الدين مستحين نقبل ولادي تفرقه واكيد انتي ما غترضايش تبني سعادتك على تدمير عائلة قلت ليها ولكن انا كان بغي اياد بزاف وماشي انتي اللي قلتلي باللي المرأة لازم تضحي وتحارب وتقاتل الى لزم الامر على قبل الراجل اللي كتبغي ماشي هادا كان كلامك ليا قالت الامر كيختلف هنا هادو راخوت ما تفارقي همش قمر عافكي كانت رجاكي بدهو الدموع كيطيحو من عيني وقلت ليها واخا نضنائنا ومدام هيبا للصالون بعد ما مسحت دموعي وغشفنا نور الدين بتاسم مع ان معالم الاستغراب كانت بادي على وجهه انتقع من نور الدين وقال فين كتعرفوا بعدياتكم وهي تقول هيبا سبقلينا وتلاقينا في واحد الجمعية نور الدين قال هاد شي مزيان يعجبني ممي ومراتي كونوا مفاهمين قلت له حتى نكون مراتك بعضا هو والاحمر ورجعت كملت كلامي قلت سينور الدين سبقلي ورفض طلبك دزواج وهانا كان عاودو ليك انا ما باغاش نزوج بيك ما موافقاش كل شي بقى مصدوم من الهضرة ديالي يلا مادام هيبا بانع لوجهها الارتياح ماللي قلت ديالي انا قلبي كانت شاعلة فيه العافية كيفاش يوقع هاد شي انهار نبغي نبغي الشخص الخطأ العقدة ديالي ما عندها حل اياد كيفاش خنقدر متفارق معاك مشاو الناس ومعطيتش لنور الدين الفرصة يدوي بقيت كانبكي وعائلتي ما فاهمة والو ما كليت ما خرجت من بيتي وعبدو ساق الاخبار باللي نور الدين جاء وجاب عائلته وفرح بزاف حيطرفضتهم وبقيت كانت أمل وكانبكي واياد كيسوني وانا ما كنجاوبوش بقى كيسوني بزاف وما فاهم والو مالي وشنواق عليا وفي واحد لحظة جاوبت ودموعي في عيني وهو يقول قمر فينك وعلاش ما كتجاوبيش قلت والو غاكنت نعصاء عيانة شوية وهو يقول حبيبة مالكي نجيب لك شي دواء شنو كيدرق قلت وينو حبيبي غا خاسني النعز وهو يقول قمر مالكي غضري قلت والو قلت ليك خاسني النعز بسلامة وطفت التليفون وبقيت كانبكي يا ربي ايش هاد الظهال بقيت كانبكي حتى للصفح ونضت ومشيت الخدمة وطلقاني عبدو في الباب وقال ليه شي حد كيتسنك قلت ليه ياكمدك نور الدين عو تاني وهو يقول لا واحد اخر معرفتوش حتى هادا شنو باغي دخلت ولقيت اياد وقلت ويلي اش كدير هنا وشنو قلتي لهذا اللي برا قال ليه ما تخافيش قلت له بغيت نعرض هالمعرضة ديالي قمر مال عينيك من فوخين كنتي كتبكي شكون قلقك عافكي قولي واجدت ليك شي حاجة اللي خسرت خاطرك قلت ليه والو ما كينوالو اياد خاصني نهدر معاك في شي حاجة مهمة ولكن ماشي هنا غادا نجي عندك المرسم عشية قال واخا الله يسمعنا خبر الخير قلت ليه نطلقه بسلامة نمشى ومشى قلبي معاه كيفاش نقدر نقول ليك ما كنبغيكش كيفاش غنقدر نعيش بلا به ما يمكن لياش يا ربي عوني وفي العشية سحبت كيما العادة ومشيت عنده المرسم استقبلني بفرحة كبيرة وانا شاعلة في قلبي النار قلت له اياد احنا خاسنا نتفارقه قال قمر واش هادا شي مقلب قلت لي لا انا ما يمكن ليش تكمل معاك القصة انا وياك مختلفين ومغن توالموش قال اياد قمر اش هاد شي كتقوليه شوفي فيا انا اياد حبيبك قلت لا انا كنت كندحك عليك وعمري ما بغيتك انا واحد الانسانة اللي لهم ديالي هي الخدمة والفلوس وصافي الحب اخر اهتماماتي دوست معاك وقت زوين ما كيعنيش اناني بغيتك قال اياد ما مصدقش هاد شي اللي كنسمع قمر حرام عليك علاش بغت ديري بياهاك واش انتي فرحانة تشوفيني كنت عدب واش ما عارفاش باللي انا كن بغيك حتى الموت واش بغت قتليني بهاد الشي حرام عليك حرام عليك الكدابة انتو ما كلكم بحال بحال بحالك بحال امي بحال جميع العيالات على وجه الارض غداراتو ما كتسباوش وهمكم الوحيد تلعبو بمشاعر الاخرين كنت كنسمع كلامو وكنشوفو كيبكي وكيتعدب قدامي وكنتتحرق وما قادراش نهضر دموعي طاحو بلا منحس قال ليها خرجي عليا ما بغيتش نشوفك مرة اخرى خرجت حيث ما قدرتش نصبر لذاك لما اندر قلبي شعلا فيه العافية روحي كتخرج علاش الدنيا هاكا النهار اللي كنفرحو فيه ما كتخليهش لينا علاش بقيت كنتمشة وساهية في الدنيا وكارها راسي حتى حاجة ما عندها قيمة هاد الساحة كل شي بالنسبة ليه سالا قلبي ورميته حاولت نرجح لحالتي العادية وما قدرتش كيفاش نقدر نيساها ومشيت لدارنا مباشرة وسديت علي الباب وبقيت كنعيش الكآبة لغد ليه ما قدرتش نمشي لخدمة وما بغيتش نناكل وسديت تليفونه شوية هي تجي عندي ماما وجابت لي التليفون ديال الدار وقالت بنت عقدو كيتتاصل بيك وكيقول ليك بغاك في شي حاجة مهمة قلت آش بغا مني خديت التليفون وجاودت آلو شنو كاين قال قمر كاين واحد السيد بغا يشوفك وقال ليه في شي حاجة مهمة وما قالش شنو هي قلت أعطيه موعد وقيل نعليك هاد الساحة قال عبدو ما بغاش قال لي يشي حاجة ضروري يومك تنتظرش التأخير قلت له وما قال لكش اسميتو وهو يقول آه قال اسميتو عبد الحميد قفزت بالزربة عمي عبد الحميد قلت له آه قول له دا بغدا تجي يتسنعني مشيت كنجري بالزربة وبدلت حويجي ومشيت كنجري عنده دخلت وقلت له عمي وهو يقول بنتي لابس عليك قلت ليه الحمد لله وإياد لابس عليك قال عمي عبد الحميد لا داكشي علاج جيت اليومة بغيت نعرف شنو قع بيناتكو كنتو مزيانين بزاف بنتي أنا كما كتعرفي ما عندي حد في الدنيا من غير ولدي إياد وهو نوارة حياتي واللي عاطيني آمان صعيب عليا نشوفه دخل في نوبة اكتئاب قوية طبعا انتي حاسة بي عافكي يلا هي معايا هادري وتفاهمين تيويا واللي بغيتيها هي اللي تكون قلت له يا ريت لو كان الأمر ساهل عمي وقعت شي حاجة اللي ما كناش ديرين بحسابها خو إياد نور الدين جا خطبني وبغيت زوج بي وإنا ما بغاش نفارق الأخوت على بعضياتهم بغيت هم يتشمعوا مش يتفارقوا بسبابي قال مستحيل ايش هاد الصدفة قلت اها انت كتشوف واضطريت نقول إياد باللي أنا ما كنبغيهش باش نبعد عليه حسن ما نصدقه بشي حاجة ما زبينهش وهو يقول شوف يا بنتي انتي بهاد الشي اللي درتي ما حليتيش الموضوع حيت انتي كتبغيه سمعيني يا بنتي أنا عندي تجربة حيت تكويت بنار الحب من زمان خوديها وفكري فيها متيام الحب كيجي مرة واحدة في العمر وما كان حتى مبرر في الدنيا كيما كان يخلي جوج كيبغيه وبعضياتهم يتفارقوا واللي تخلى على الاخر يعني ما كيبغيهش كلام عمي عبد الحميد خلاني نعيد حساباتي كلام عمي عبد الحميد خلاني نعيد حساباتي هو على حق علاش نضحي بحياتي كلها على قبل ناس اخرين هوما أصلا ممجموعينش علاش نضحي بحب عمره ما غادي تكرر ومستحيل نساه على قبل شي حاجة اللي ممكن تكون وممكن ما تكونش أنا شكون دمالية باللي إياد غيتصالح مع عائلته جمعت الوقفة ومشيت لحقت على عمي ومشيت ادخلت للدار وما القيناش إياد وقال لي يا باباها أكيد هو في المرسم ادخلت وانا تجي عيني على اللوحة اللي رسم لي طايحة في الأرض ومهرسة قلبي تحرق قدامها احتال هاد الدرجة غضبه كان كبير مني ابقى في الحال حدي كلوحة كانت حاجة كبيرة بالنسبة لي ومني هرسها حسيت اتهرس معها قلبي لقيت إياد مهمو شاف فيه وكانوا عيني حمرين وعامرين بالدموع وهو يقول علاش جايا باقى شي حاجة اللي ما قلتيهاش قلت إياد علاش درتيه في راسك هكا وهو يقول ماشي شغلك ولا عاجبك ما زالت لعبي وتشوفيني هكا كانت عدب قلت ليه انا كانت عدب كتر منك وما كان لعبش انت معارفش ضروفي وهو يقول شنو هي الضروف اللي تخلي جوجي تفارقه ما كينحتى مبرر قلت اه عندك الحق ما كينحتى مبرر وانا قررت اناني ما غنتفارقش معاه قال واشنو اللي يضمن ليه انكي ما غنتفارقيش معايا مرة اخرى واشنو اللي يضمن ليه باللي ما غتلعبيش وما غنتجرحش مرة اخرى قلت ليه إياد انا معك وهو يقول لا انتي ماشي معايا قلت إياد وهو يقول إيه لك تبغيني بس احنا تزوجه وشدني من الكتافة قلت ليه ولاقينا إياد عائلتي وعائلتك وماماك وهو يقول انا عندي بابا وهو موافق قلت واخا انا غنحدد ليكم موعد وغتجي وتهضروا مع عائلتي من اللي سمعني قلت له ديك الهضرة عنقني بزداف وقال ليه كنت عارفك تبغيني وما غتخليش عليا وانا في الداخل ديالي قلت الله يستر ويجي بالعاقبة على خير وصافي أعلمت بابا بدليش ناس باغين يجي ويخطبوه وطبعا عبدو ساقل اخبار وما تسرطاتش ليه الله يستر يدير شي حاجة وفعلا جاء إياد وباباه ورحبو بهم عائلتي عمي عبد الحاميد وبابا تفاهمه بزداف حيث هما في نفس السن ونفس التفكير ونفس الحكمة كان التعارف زوين وانا وإياد فرحنا كان كل مرة كيغمزني ولكن ماما ما كانتش مرتاحة وقالت لي يا بي اللي هو ماشي من مستوايا أنا صاحبة مقاولة كبيرة وهو خدام ع باباه بزار ولكن ما كانش كيهمني هادشي اللي كيهمني هو حبي الإياد تافقنا على كل شي وحددنا موعيد الخطبة ومشاوا الناس ولغد ليه ما شفتش عبده في الشركة وما كانش كيهمني نشوفه دوزت نهاري عادي وفي العشيام اللي مشيت للدار مع الدخلة كان لقى مادام هبا خارجة وشافت فيا بواحد الشوفة وقالت خسرت اتفاقنا قمر تحملي مسؤوليتك مشات وخلاتني مرعوبة من ديك الشوفة دخلت ولقيت بابا مع الصب وقال لي ياب اللي يهضر معدوك الناس ولغا قاعدوك الاتفاقات لدار البارح قال بنتي انا ربيتك على انك تكوني قد المسؤولية وعطيتك حريتك ولكن ما شيء انك تلعبي على جوجد الحبان جاي بالي جوج خوت وبغت فارقيهم انا مع امرضي غنسبح بهات الشيء قلت له بابا عافك فهمني وهو يقول هادشي سالة قمر ومن سمعكش هضرتي فيه مرة اخرى طلعت البيتي وهنا شعلة فيه العافية لا انا مايمكنش نستسلم صونيت الاياد وقال قمر باباك رفض ازواجنا شنوقع انا مافهمتوه قلت اياد عافك غدا نطلقى ونهضره ماعرفتش شنو قالوا ليه عليك ولكن خاصنا نهضره قال ليه وخا والغد ليه ما مشيتش الخدمة ومشيت اطلقيت باياد قلت اياد قلت ليك القضية ما ساهلاش وهو يقول علاش شنوقع مافهمتوه عليه قلت ليه بابا مستحيل يوافقنا تزوجه ماعرفتش ماعطانيش فرصة نعرف باينا شي حد لعبلو بعقل حيت كان واحد السيد خاطبني وهو اللي كيدير هادشي قال شكون هادا وعلاش ماعوتي ليه وانو قلت ليه عافاك ماتتحصبش شوف ارا على هادشي كنت معصبه دك النهار حيت كانوا باغيني بالزوع ليه الزواج انا تالفة ومعرفته شنون دير قال انا عارفة شنون ديره غانمشي ودابا لعدولو نزوجو بالززع ليهم ونحطوهم امام الامر الواقع وقلت لا ما نقدرش عائلتي مايمكنش وهو يقول اذا ما كتبغينيش وما مستعداش تغامري على قبلي قلت لي انا كنبغيك بزان ومستعدا نمشي معاك لأي بلاصة وما بغيتش نسمعك قلتي ديك الهضرة مرة اخرى وهو يقول يعني غتمشي معايا قلت ليه اه عنقني وقال عمرك ما غتندمي كان وعدك كنت خايفة بالزاب وجبت الوتائق اللي نحتاج ومشيت معاه كنت مزير على ايده وخايفة وهو كيطمأنني وكيقول ما تخافيش عقدلينا العدول وتزوجنا وحسيت بقلبي تزير وطاحت دمعة من عيني شاف فيا اياده وقال واش ندمانا قلت لا انا كان بغيك بالزاب ولكن ما كرهتش لو كان معايا عائلتي ولو كان تزوجنا بحال الناس ولكن قاطعني وقال ما ولكن ما والو كان بغيك وكتبغيني خاصنا نكونوا مع بعض ايادنا زيدي يا للا لنا العروسة مزحي دوك الدميعات ويلا هنمشيوا لدارنا قلت ليه دارنا اياد اياد انا مازالة مموج دراسي خاصنا نخبيه هادي الزواج مؤقتا حتى نلقى الفرصة اللي نخبر بها عائلتي قال واخا خاطرك المهم ان انا تزوجنا مراتي كنت خايفة بالزاف ومشيت للدار ورقيت بابا وماما كيما العادة مشيت البيتي باش ما نفتحش راسي وبقيت كنهدر مع اياد في التليفون ازواج ديال التخبيه انعست بعد ساعات من الحديث وطفيت الضو وباللين وانا ناعسة حسيتش حد معايا في البيت حليت عيني وبغيت نغوت وهويسط ليه فمي وقال سكتي ما تغوتيش انا ما غنقاديكش قلت نور الدين اش كدير هنا قال ليه ما تخافيش جيت حيث بغيت نعرف علاش داتي ليه هكا قمر انا مستعد نعطيك الدنيا كلها قلت له نور الدين عافاك سير في حالك عافاك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة